الله انتقمهم يا الله بدهم الحجة الساقية البالغة من العمر ثمانون عاما واحدة من عشرات النساء التي شردتهم ميليشيات الحوثي من قرية رمة الواقعة شمال محافظة الظالع حيث وجدت نفسها وحيدة داخل فصل في مدرسة الوحدة بمنطقة الجبارة يقاسمها المرض والبرد وأوجاع النزوح انعدام الخدمات الصحية وغياب دور المنظمات الطبية ضاعث من معاناة نازحي قرى غرب مريس والذين يعيشون أوضاعا صعبة جراء استمرار الحرب التي تشهدها مناطقهم نحن نزحنا لها المدرسة لا معانا أي حاجة ولا معانا مستشفيات ولا معانا خدمات تتعثر الأحرف وتختفي الكلمات لتكتفي الدموع بوصف حجم الألم والقهر التي تعيشه الأسر النازحة هنا جراء اقتحام الميليشيات لمنازلهم ومزارعهم سكسروا بيتي والله خلع على الله أنت قامهم البارد موت ناز موت والطفال موت وكل شيء قربنا بنفاذنا معانا نستيجي وين نجي إلى جانب الذين سقطوا والجرحى الذين يعانون بشكل مستمر تشكل حالة النزح واحدة من هذه القضايا المتفاقمة التي تسببت بها حرب ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع ربما بات هذا المشهد مألوفا لدى الكثير لكنه بكل تأكيد لا يشعر بحجم المأساة إلا من يعيشها محمد المريسي قناة بلقيس الظالع